مباراة مهمة جدا جدا مباراة تساوي بطولة مباراة في الامكان جدا حاسمها ان شاء الله بإذن الله لو رجالة النادي الاهلي ظهرت في مستواها جزي ما قلت حالكم من بارح يمكن نعضد بركان على مستوى المنافسات المحلية في الدولة المغربية أرقامه ما تقلقش لكن أنا بشوف ان دي نقرأ ودي نقرأ دي قصة ودي قصة تانية خالص وبالتأكيد وجود في سوبر إفريقيا قدام النادي الاهلي واللي قرأ حتى تصريحات المسؤولين في النادي يقول لك ان الناس دي مستنى المطش يعني مباراة الموسم بالنسبة لهم يعني يسيبك من الدولة يسيبك من نتائج يسيبك من كسب وإيه احنا طبعا هنتكلم في كل ده وهنقدم لحضراتكم بروفايلات اللعابين المهمين اللي ممكن يكونوا مصادر خطورة ومصادر قوة بالنسبة لنهضة بركان فرقة محترمة وسط نهاية كونفدرالية على مدار موسمين فده بالتأكيد بيقول لك واغلب العناصر بتاعته مازالوا محتفظين بيها فده يقول لك انه الفرقة دي عندها كورة يعني اكيد فرقة بتوصل لنهائي بطولة حتى لو كونفدرالية اه مش دوري ابطال لكن فرقة عندها كورة هتلعب معها ازاي وازاي تتحقق البطولة وازاي كمان ان شاء الله تستفيد بالفرصة دي انك توقف فرقتك على رجليها على اكتر من مستوى مستوى فني تحاول تقرب الناس اللي كانت بعيدة وتدخلها فرمة وتجهزها للجاي واللي جاي اصعب ومستوى نفسي حالة معنوية تفرق كتير جدا سواء في منافسة بطولة الدوري العام او في منافسة دوري الابطال وانت رايح كبطل سوبر افريقي بشرفنا النهاردة نجب من نجوم النادي الاهلي كابتن عمر الحديدي اللي بسعد دايما بوجوده معايا فيه السادسة مساء خيري كابتن عمر واهلا وسهلا بيك سان نورس احمد ربا رفا انا بذكرك يعني طبعا يعني بعيدا عن ايه شيء انك تجي لنا وانت صايم ويعني تكون موجود معنا ده شيء يسعدي جدا ويشرفني بجده كابتن عمر ربنا تقبل طبعا السادسة احمد مفيش حد بيرفض ان بيته يطلبه يكون في اي مكان يجي على طول اهلا وسهلا بيك ده حبنا يونادي الاهلي طبعا ده بيتك طبعا حبيبنا كليك اقولك مبروك التأهل على حساب سانداونز وتأهل صعب الحقيقة في ظروف صعبة جدا خضها النادي الاهلي قبل المواجهة سواء ذهابا في القاهرة او ايابا في جنوب افريقيا السادسة احمد ممكن احنا كنلمنا كذا مرة في المواضيع دي كانت الناس كلها بتختلف على امكانيات مستر المسلمان الراجل ده بيلعب بطريقة مختلفة بيلعب بعقول الناس لا بيلعب بفكره هو العالي اللي هو ايه ممكن الناس كتير قد تختلف معايا في دي راجل غير سيستم طريقة لعب النادي الاهلي لتلاتة اربعة واحد اتنين واحد تلاتة اربعة اتنين واحد ايه ده النادي الاهلي عمره ملاعب تلاتة اول عمره بلعب اربعة لا خلاص عارف اننا عندهم كل الشغل كله من الكورة العرضية يبقى ياسر ورامي وبدر وايمن لغياب عليه معلول ومحمد هاني وديفندرين ديانج وعمر السولية افشا بيتحرق من الديفندر على الوينج رايت او الانسايد رايت صلاح محسن من الديفندر للانسايد ليفت وفروت سابت محمد شريف احنا شوفنا النادي الاهلي هو ده شكل النادي الاهلي اللي احنا مش عايزين نشوف اقل من كده تحت الكورة لعبها كلها فيقة في حاجة مش عايزة اقولها ببرا الموضوع لا هي هيلة موجود افشا وبعدين الشغط تاني موجود حسين كده صح كده المعادلة سليمة كده المعادلة سليمة اللي هي ايه انا خدت من حسين الشحات 20 ديئة هو ده حسين الشحات اللي احنا عايزينه يعمل ده عنده اكتر كمان ايه كابتر عمر احنا عايزين بس واحدة بواحد اشتغلنا بالحتة دي افشا عمل الجزء المطلوب منه لغاية 60 ديئة او 65 ديئة على اكمل وجه صلاح محسن عمل الحتة الهجومية والدفاعية والكونتر اتاك تحاول من الدفاع للهجوم راضي عن مستوى الاهلي في بريتوريا اكتر من مستوى الاهلي في القاهرة بكتير بكتير طب خلينا بقى نتكلم بالتفصيل ونحكي قصة الجون اخدوا بالك طبعا التلت الجون اللي دخلهم الاهلي في سانداونز في منتعة الاهمية وكل جون كان مفتاح يعني جون طهر الاولاني مفتاح جدا مفتاح مكسب صعب ومفتاح انك انت تقرب وانك انت تضمن انك تبقى مسافر وانت مرتاح صلاح طبعا اكيد ريحنا وريح الجمهور وريح الفرقة وهي رايحة كذبان اتنين تفرق كتير جدا وانت كذبان اتنين عنك تكون كذبان واحد لكن جون ياسر ده قصة طويل قوي وتاريخ كتير جدا هنتكلم فيه ويحكى ولنا كابتن عمر الحديدي اسمحنا بس كابتن عمر اروح لكريم يطمن على اول تمرين لفرقة النادي الاهلي في قطر طبعا استعدادا لمطش يوم الجمعة تمرنه النهاردة فرقة تمرنت ومازالت بتتمرن دلوقتي في ملعب جامعة قطر مساء خير يا كريم تدينا فكرة عن يعني ملامح تمرين واستعداد النادي الاهلي في اول ايامه استعدادا لمواجهة نهضة بركان براحب بيك طبعا زميل العزيز احمد كل التحيليك وكل مشاهدي ومتابعة قناة الاهلي في كل مكان يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباريات الاهلي ونهضة البركان السوبر الافريقي الغايب على النادي الاهلي منذ سنوات عديدة لكن مع الحماس الكبير والجدية اللي بنأكد عليها في كل المباريات ان شاء الله بإذن الله ناد الاهلي بتركيزه الكبير مع القيادة الفنية الاكثر من رعاة البيتزو موسيماني ان شاء الله بإذن الله نتخطى ايضا هذه المباراة كان اداء وتحضير اكثر من رعاة في المباراة السابقة في بطولة بطولة افريقية طبعا مباراة ساندونز إن شاء الله بإذن الله يستمر تركيز اللاعبين واستمر أيضاً كمان للقراءات الفنية من الجهاز الفني بيئة الكامل لفريق نهضة البركان الفريق المميز جداً اللي عنده كورة وعنده عناصر مميزة جداً محتاجة شغل كبير ومحتاجة مجود كبير من الجهاز الفني والعبي النادي الآلي يمكن الفترة اللي فاتت تحديداً عقب انتهاء المباراة ومشارة مباراة ساندونز بتادي طبعاً التفكير بالكامل في مباراة نهضة البركان بالنسبة للتحضير طبعاً للمباراة الأخيرة أكثر من خمس مباراة بيتم مشاهدتها مع بيتسو موسيماني والجهاز الفني بيئة الكامل الوقوف بقى على الصغرات ونقاط القوة ضعف وطريقة اللعبة يكون عاملة إزاي ويمكن كمان زميل أحمد انت عارف وشفت مباراة ساندونز الأخيرة شفنا التركية بتاعترامي الربيعة وشفنا صلاح محسن والوجبات الهجومية والدفاعية فإن شاء الله بإذن الله متفقلين خير مع بيتسو موسيماني بإذن الله في هذه المباراة أيضاً نكون قراءته مميزة جداً ونشوف بعض العناصر اللي تقدر إن شاء الله تتخطى هذه المباراة الصعبة والمنتظرة في حضور جماهيري حضور الجماهير ده أمر كان مهم جداً كان في بعض الأخبار قبل ما نصل إلى خطر أن المباراة بدون جمهور فأمر كان هيكون صعب جداً لأن يمكن هنا الاشتياق الكبير اللي بيكون فيها الجالية المصرية وتحديداً جمهور النادي الآلي لمشاهدة بطل أفريقيا ده أمر كان مهم جداً 30% من ساعة استاد طبعاً اللي أكيد من 15% هي ساعة الاستاد ممكن نقول طبعاً جمهور النادي الآلي من 2000 إلى 2005 يكونوا متواجدين يا رب إن شاء الله بإذن الله تزين الاستاد به جمهور النادي الآلي اللي أكيد ليه دفع قوية وسند حقيقة لفريق النادي الآلي تحفيزه بيكون مهم جداً وصلنا طبعاً متأخر بكنا معرفين طبعاً كل جميل النادي الآلي بيكون عارفة من فريق النادي الآلي يصل إلى قطر بيكون مئات متواجدة في المطار لكن الإجراءات الاحترازية هنا مشددة جداً على طول خرجنا من المطار إلى الفندق ثم المسحة الطبية اللي تطمنا طبعاً وأكدنا على هذا الأمر أن المسحة كانت سلبية فيارب إن شاء الله يستمر النادي الآلي في التركيز الكبير متواجدين زميلي أحمد في ملعب جمعة قطر ملعب مميزة جداً حقيقة هنا في قطر نهار دا تدريب الأول لفريق النادي الآلي اللي بدأ في السبعة بتوقيت قطرة السادسة بتوقيت القاهرة بنأكد على هذه الساعة لإنها المباررة طبعاً هنكون بستة بتوقيت القاهرة سبعة بتوقيت الضحة الجو صعب شوية طبعاً هنا في الضحة درجة الحرارة في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها زميلي أحمد تصل إلى 37 و 38 درجة الرتوبة تصل إلى 83 فأمر صعب إحنا جايين من رحلة شقة كان برودة كبيرة جداً طبعاً في مورات سانداونز الأخيرة في بريتوريا درجة الحرارة السبعة وصباحاً كانت 16 فاختلاف كبير جداً فإن شاء الله بإذن الله كل اللعبة تتأقلم على هذا الجو على أن يكون موعد المورة بإذن الله لعبتنا تكون في فورمة المباراة وأيضاً كمان جهزة بدنياً بشكل كبير جداً يمكن كمان بقى لو بنتطمن على التدريب النهار دا يمكن تدريب النادي الآلي هيكون خفيف شوية الرحلة كانت صعبة والمجهود كان كبير على لعابة النادي الآلي من مباراة إلى صفر الأكثر من 13 ساعة فالنهار دا ينادر أقول تدريب خفيف لكل اللعبين بيحاول بيتسو موسمانين هو يخرج اللعبين من الإجهاد الكبير ثم أيضاً بعض اللعبة أكيد هيتطمن عليها الجهاز الطبي بيئة الكامل على رسوم أيمن أشرف اللي بيعمل ريكوفري طبعاً كان أيمن مجهوده كبير جداً فيه إجهاد كبير على لعابة النادي الآلي وتحديداً أيمن أشرف فيمكن النهاردة فيه تفديل أيمن ما يشاركش فيه التدريب بالكامل يمكن الجهاز الطبي بيعمله بعد ريكوفري وبعد التدليج وبعد التلجي كده على أن يكون إن شاء الله فيه جهازية تامة في التدريب الغد نقطة أيضاً كمان مهمة جداً زميلة أحمد إحنا طبعاً أول ما وصلنا إلى قطر توجهنا إلى المسحة ثم إلى فقاعة مسغرة يعني فقاعة مسغرة دي إحنا هيتم تغيير الفندو الإقامة إلى الفقاعة بقى الكاملة اللي هتبدأ من يوم 25 غداً إن شاء الله من 10 صباحاً 11 صباحاً سنتوجه إلى الفقاعة هتبدأ من يوم 25 في فندو آخر على أن بايا النادي الآلي يستمر فيها الفقاعة بتدريباته اليومية إلى موعد المباراة يوم 28 ستة مساء بتوقيت القاهرة سبعة مساء بتوقيت الدوحة كل الأمور الحمد لله زميلة أحمد ماشية بشكل طيب تدريب النادي الآلي النهاردة إن شاء الله نتطمن على لعيبة بالكامل عقب انتهاء المران اللي شعر بإجهاد أي إصابات أي كدمات لكن إن شاء الله بإذن الله اللي عمتنا تحافظ على بعضها في التدريب مروراً بالأيام إن شاء الله بإذن الله كل اللعب أكون في جهازات أمة ونقدر إن شاء الله بدعم الجمهور الكبير نقدر نتخط هذه المباراة الهمة لكل جمهور النادي الآلي عود لك من جديد زميلة أحمد شكراً جزيلاً زميلة العزيز كريم أحمد ده كان بس مباشر من قطر تابعنا في لقطات ولحظات من تمرينة النادي الأهلي تمرينة الأولى اللي بيجريها النادي وخليني أفكر حضراتكم وأقول لما تبعناش من البداية أنه الحمد لله اتطمننا الفرقة عاملت باع مسحة واتطمننا الحمد لله على سلبية كل مسحات لعابة النادي الأهلي مرة تانية برجع لك كابتل عمرو مرة تانية أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بك زيلاً يعني وقفنا قبل ما نروح لكريم ونتطمن على تمرينة الفرقة واستعدادها لأن أنت عاجبك أداء النادي الأهلي في جنوب أفريغيا أكتر حتى من المباراة اللي احنا لعبناها هنا وكسبنا فيها 2-0 أي حد تفرج على المباراة الأداء اللي كان متطور لفرقة سانداونز في القاهرة كان جريء شوية كان جريء أو بيهاجم وبيهدد مرمى النادي الأهلي جاي بيلعب كورته جاي بيلعب كورته الطبعية وجو هناك ساعد النادي الأهلي شكل بص نفس الشوت أو الستة وعشرين دي بتوع ماتش باور ميونيخ هم هم ماتش سانداونز كل اللي عيبة تحت الكورة وكل اللي عيبة بتتحرك كتلة واحدة الأهلي هو ده الروح بتاعت الضغط ما بقاش فيه واحد دالي الروح هي اللي فرقت مع الأهلي في المتولي بشكل دي اي حد بيعمل وان تو أو دابل بس بتلاقي كتل كتل بتتحرك كتلة واتني بتحرك في نص الملعب يعني الديانج بياخد مباراة الفرصة سميها مباراة البطولة ما فيش مشاكل لأن الحقيقة تسعين دقيقة تترجم لبطولة وبطولة مش بطولة سهلة ولا بطولة أوليلة الحقيقة بتتكلم على سوبر إفريقيا بتتكلم على تاريخ الحقيقة ومجد كبير جدا لكل لاعب طبعا في لعبة النادي الأهلي وبالتأكيد طبعا الرقم سبعة وان شاء الله بإذن الله تكون من ناصبنا بيشرفنا مرة تانية كابتن عامل حديدي في السادسة والحقيقة يمكن كلمنا ودينا ماتش سانداونز ما فيه الكفاية يهمني أتكلم معاك على ماتش نهضة بركان المباراة دي فيه ناس كتير جدا شايفها بطولة سهلة أو بطولة بلاز سهلة خليه يقول بطولة مضمونة شايفها فيه فوارق في الإمكانيات فوارق في التاريخ فوارق في البطولات وفوارق حتى في المستوى على مستوى الأرقام ونتاج اللي متحققها في الموسم الحالي نهضة بركان بعيد شويتين الأهلي إلى حد ما ماشي كويس قوي مع مستر موسيماني بتتفق مع وجهة النظر دي ولا مع وجهة النظر بتقول لأ ده مطش واحد وبطولة واحدة في تسعين دي فيها كل شيء وارد أتفق إن المباراة واحدة ومليش دعوة بالإسم اللي أنا هلعب قدام أي أن كان من هو رابع الدوري عاشر الدوري المغربي آخر الدوري المغربي يحرق بطل أفريقيا لا يحرق يحرق بطل أفريقيا نادي الأهلي عارف الدرس كويس قوي نادي الأهلي قفل ملف سانداونز مجرد لما غادر البلد وتوجه على قطر كي فكر في مباراة اسمها مباراة التتويج من 24 ساعة بطولة في 24 ساعة المطلوب من اللعبة نادي الأهلي أعتقد أنت حسمت حاجة وفرحتنا وعملت اللي ما يمكن يتعامل في مباراة سانداونز هنا وهناك خلصنا منها فكر في البطولة اللي جاية اللي هتقوم يوم الجمعة إن شاء الله والأهلي يكون هو البطل وتضاف لكل واحد من اللعيبة لتاريخ النادي الأهلي إضافة جديدة بطولة جديدة هتخش جوة دراب البطولات الموجود لنادي الأهلي للعيبة اللي عمرها ما تتوجد وأهم حاجة يا سيد زحمة النادي الأهلي رايح ما فيش تأهل تتوجش في الأهلي يا كابتن عمر كله تم تتوجد ماشي مرة وثنين وثلاثة ومستر مسماني هنقول يحصد البطولة دي وكاس السوبر يبقوا خمس بطولات في مدة زمانية فأقل من سنة بس النادي الأهلي تم تتويجه ثالث عالم للأندية في البلد دي صح ومع نجوم العالم من الفرق صح مش مطلوب منك يا نادي أهلي غير الروح اللي احنا شفناها في المباراة السابقة وأداء النادي الأهلي اللي احنا متعودين عليه في المباراة دي حتة دخول الجماهير احنا بنلعف بلدنا مش بنتكلم على اسم البلد لا بنلعف ملعبنا احنا مش قلقانين من حاجة في أي حتة النادي الأهلي بيبقى رقم واحد لو أنت عندك أفضلية أنك لعبت فعلا على الملعب ده عارف محافظ يعني هم رايحين جداد على الملعب أنت لاعب ولاعب لاعب مدة طويلة وتمرنت على الملاعب لاعب مع بطل قطر ولاعب مع بطل ألمانيا وبطل أوروبا ولاعب مع بطل أمريكا الجنوبية وبرازيل فأنت مش راحت لعب يعني مش لعب مطشط وده ببورات قوية ببورات رسمية ونجحت في الحنب الجدار تعودت على المناخ وتعودت على الملعب وتعودت على الأداء كل حاجة موجودة هناك أنت رايح تلعب في مصر احنا بنلعب في مصر الملعب بالنسبة لنا كلها هي مصر أداء النادل أهلي هو المكسب اللي فات من مبورات أفريقيا هو الروح والضغط اللي احنا مفتقدينه بقى لنا فتح طيب أنت هتكلمين في صريح لعب وأنا هسألك بقى في الجزئة دي لأنه معظم المطشط بحاجة عارف أنه الفترة الأخرانية الأهلي كان بيلعب مطشط كتير قوي يعني شهر أربعة وشهر خمسة الأهلي لعب فيهم حوالي خمستاشر أو ستاشر مطش وشهر خمسة لسه مخلص أنت لسه عندك كمان مطش في خمسة مطش مع نهضة بركان وكان فيه كتير من اللعيبة بره القايمة يعني كان عندك علي معلول غايب ومزال غايب يعني ما اعتقدش أنه علي ممكن ياخد المطش اللي جاي شوية ما تعتقدش كمان لا 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 أيمان وهاني كانوا بعيد بقى لهم برضو فترة ما كانوش موجودين يا لسه راجعين قريب أجاية برضو اللي كان بعيد يعني كان فيه قائمة غيابات مش قليلة بشوف منهم عناصر كتير مؤسرة هل في ظل ده كان مستر موسيماني الأداء اللي بيقدمه الكرة اللي بيلعب بيها الطريقة والفكر اللي بيطبقه يميل شوية لأنه ما بيخطرش أو ما بيجذفش أو بيقفل يميل أكتر للتقفيل والخطف أكتر منه يلعب بمنهج الأهلي وبدرس الأهلي اللي هو الكرة الهجومية الضغط طول الوقت الهجوم الكاسح الرغبة في الفوز من أول دقيقة ده ما شوفناهش ومشات الأهلي الأخيرة بما فيهم سانداونس في القاهرة وفي بريتوري هل تتوقع أن الظروب دي تستمر معنا في نهضة بركان ولا نهضة بركان قصة مختلفة لا نهضة بركان مش هيبقى فيه مطش من فصل أول وفصل تاني هو فصل واحد بس المشاهدة على المصلح مرة واحدة أيو ما مطش الأهلي والزمالك مثلا كان كده برضو يعني مشاهدة واحدة مشاهدة واحدة بص حضرتك أنا باخد من المباراة اللي أنا عايزه وبفكر في المباراة للي أنا عايزه اللي أنا عايزه اللي هو إيه ده لعبت النادل أهلي أنا لعبت بتلاتة طول عمر النادل بيلعب أربعة اتنين تلاتة واحد تمام هل تتوقع الأهلي يرجع على أربعة اتنين تلاتة واحد في نفس في مطش نهضة بركان ولا لا لعب أربعة اتنين تلاتة واحد الطريقة المعتادة هو كان واخد مستر الموسماني كان مدير فن الفرقيتين مباراة اللي فاتت دي اللي رايح لها دي مباراة غمضة بالنسبة له من رؤية مباراة برامدز عما نهضة بركان لعبة برامدز وسمعنا نتائجها أخبارها إيه أو مستوها في الجدول شكله إيه أنا رايح أكسب يعني عندي قوة هجومية أنا خدت من صلاح اللي أنا عايزه خدت من شريف اللي أنا عايزه عايزي بقى عندي قوة في الملعب عايزي بقى عندي مفتاح واثنين أنت كنت بتلعب على المرتد في مباراة ساندونز هتلعب في نهضة بركان ضغط من أول دقيقة مش محتاجة مش هدي مساحات إنه يجاريني يعني نقول إنه الآرب لي إنه يبتدي في المباراة دي زي ما ابتدى مع الدحيل القطري في افتتاح ممديالي الأندي هقولك على حاجة هو إحنا عارفين إنه ياسر جاب هدف في المباراة هو هيبقى مختار ما بين ياسر ورامي بجوار بدر ما فيهاش كلام واحد منهم هيبقى واحد بجوار بدر وهيبقى هاني وهيبقى أيمن طب يعني قلقت شوية من كلمة كريم إنه بيعاني شوية من إيجاد بس إن شاء الله اليومين اللي جايزي يبقى جاهز إن شاء الله اللي استشفى بتاعته في الفترة تعتلى أربعة أيام دي يكون طبعا مسافة السفر والماتش وهلك الماتش وضغط الماتش بسهد أحمد فيه حاجة مهمة جدا مش بأمكانيات الماتش حملة تركيز اللي اللعب يحط نفسه فيه ده لود كبير جدا على عدلاته بيبقى مجدود الموضوع تنشن في العصبية اللي بالواحد بيبقى فيها عايز الماتش يطلع على ما يرام ويكون أدائي كويس كويس يعني بتجمع ما بين حاجتين نتيجة وأداء نرجع للأربعة اللي ورزم هو هاني وأيمن وبدر وأيمن كان منهم الموجود إذا كان ياسر أو رامي ديونج والسولية سبتين هتفكر في التلاتة بقى شكلهم إيه طاهر وصلاح وقفشة وشريف طاهر وصلاح وقفشة وشريف الأقرب من وجهة نظر هم كان عنده زكاء كبير في المبارات الأخيرة بتاعت سانداونز أجايب أموجود المحطة اللي بتحليلي الغاز فرود ألعابه تحت الفرود ألعابه صنع ألعاب ألعابه موجود بس أحلى شيء من المباراة دي للمباراة لكل المباراة القادمة لنادل أهلي هفشة يا حسين حسين يا هفشة الاتنين في الملعب لا لا انت خدت من كل واحد اللي انت عايزه وأداء مرضي وشكل واستحواز وكل حاجة حلوة هفشة هم نزل حسين أدى الحتة دفعية وشلت ضغط على محمد هاني خلاص خدت من صلاح اللي أنا عايزه ونزلت طاهر عشان يشيل لعبك شوية على أي من أجل ممكن فكرة انك مابتدتش بحسين او ان حسين ابتدأ قاعد برا دي شوية قدت حسين راحة ريحته من حالة الضغط اللي كانت موجودة عليه فبالتالي لما نزل ابتدأ يجيب كورته يعني احنا شوف ده كوري حسين في أكتر من مناسبة محمد ده لعيب نجم بيلعب في كيانس مناد الأهلي وانا لسه هخاطب او لسه هطلب استعطاف الناس حسين في الفترة اللي قاعد فيها حس بقيمة الموقف اللي كان فيه انه بيلعب على طول فنزل العشرين دي قدى لحتة الدفاعية والحتة الهجومية وعمل كروس باس وزاد في واحدة وعمل روخ في واحدة واثنين وعمل وانتو كذا مرة مع أجايق هو ده هو ده المطلوب ومش أقلم المطلوب زي ما احنا بناخد من أفشة حبة معينين يطلع يريح انزل يا حسين اعمل شوية اللي احنا عايزينهم اللي عملهم أفشة مش عايزين نفتر من كده كان تملي أيامنا كان بيبقى كابتن رضا يا كابتن مجدي مجدي طلبة ورضا عبد الرضا لعب لتنم مع بعض كابتن رضا وكابتن مجد كنا بنشوف تملي كابتن رضا ووليد عبد الجليل ورضا موضوع منتهي عندك اتنين معلمين شفناهم المعلمين شفناهم كتير قوي بالذات في جلنا احنا في التسعين جلنا كان فيه معلمين كتير قوي المعلمين عموما دلوقتي ما بقوش كتير مش بس أهلي بتكلم يعني في مصر وكمان هزود وفي العالم كله لا هقول لك حاجة ما بقاش في معلمين لو انت بتتكلم من ساعة ما كنت موجود انا في الناد لأهلي من اتنين وتسعين لتسع وتسعين اللي هي تلاتة وتسعين لغاية تسع وتسعين كلها كانت معلمين لا انا بتكلم دلوقتي لا خلاص يبقى معلم واحد ده لو لقيته لو اكتمل ايو ايو معلم لمدة زمنية لا ده انت بتغير المعلم وبتنزل المعلم وبتنزل سيد المعلمين شغلانة كبيرة ممكن تنزل اتنين معلمين مع بعض والله كانوا بيقوا تلاتة معلمين ايو ايو تلاتة معلمين عندهم ليه كابتن عمر الموهبة الموهبة خلاص الموهبة يعني بتهاي ليش الموهبة اللي بتقل أبدا هقولك على حاجة احسبها ولا الكورة ما بقتش عايزة موهبة عايزة نجم مصنوعة عايزة لياقة وفتنس وتاكتك اكتر ما هي عايزة موهبة ده وده مش ده لوحده القوة المطلوبة في خط الدفاع وفي الفراودة محتاجة الفكر العالي اللي موجود تحت الفيرود رقم تسعة او رقم عشر اللي تحت الفيرود اللي بيحل قولي اهم تلاتة صناع لعب في مصر من وجهة نظرة ايامنا ايامكم ممكن لك اولاك عشرة يعني طبعا انت قلت وليد صلاح ورد عبدالعيل ومجدي طلبة ومحمد عبدالجليل واحمد الكاس اياميها برضو وحازم امام وحازم امام طبعا لا لو ده حنف حازم امام يبقى حازم امام وعبدالسطر صبري لا ده واحمد فاروق بلدية واحمد فاروق طبعا كاس ساعتها كان في القولمبي وبعدين مجلسة مالك ايو فيه لعيبة كتير ايو فيه لعيبة عندها حلول بيقدر يحل عنده مختلفة كابتن علاء ميهوب طبعا مقدرش ده في جيل القابل بص اللي شاف لعيبة نص ملعب بمعنى كلمة لعيبة نص ملعب اللي هو لعيبة نص ملعب مهاجم كابتن علاء وكابتن عبدالجليل ماليش دعوة بقى بالباقي ما حضرتش الباقي شفت الباقي كده بس عادي اي اما الاتنين دول كانوا حالة ما تتكررش كتير مش هتلاقي منها كتير دلوقتي احنا موجودين دلوقتي في الصناع اللعب اللي احنا بنو عليه هم اصلا يعني يعني بعيدا طبعا عن مطش نهضة بركان ده يمكن بره مدوشة بس يعني حتى على مستوى المنتخب المصري في مراكز تحس انك انت ما تعرفش تحط فيها تلات اسماء يعني لا يعني يعني اقول لك مركز معين اختار لي اهم تلات لا مش على المستوى الاهلي يعني على مستوى مصر ماشي مستوى اندام مصرية ممكن تحتار او تحط اسمين وما تلاقيش تالت هو ده ده اول مركز ده اول واحد فيهم طبعا ده اول مركز اه وطاني مركز غريب شوية المساكية اللي عنده سهبات بقى واداء ومستوى ثابت وآآ تقلق وآآ كل حاجة حلوة فيه بتحط من المدافع هتلاقي الموضوع بيقل لو بيجيت لألعاب الهواء هتلاقيه على الارض إليه لو على الارض الهيل هتلاقيه مش كويس فألعاب الهواء اي هتلاقي في حاجة كتير قوي طيب هرجعك لنهضة بركان تاني ماشي كنت بقول انه من المكاسب وانت طبعا لعبت يعني وخدت بطولات كتير مع نادي الأهلي وتعرف لما بتاخد بطولة بيفرق معاك في المشوار ازاي ولما بتخسر بطولة لقدر له يفرق معاك وتتعامل معاها ازاي كنت بقول انه من مكاسب ماتش سوبر أفريقيا ده انه في حالة فوزك قاطة تويج وقاطة ريخ بتكتبه لنفسك ومجد للنادي والكل اللي عايبها بيحقق البطولة لكن بشوف من مكاسب المهمة جدا هو مشوار النادي الأهلي بعد كده خصوصا في دوري الأبطال لما تروح تلعب الترجي في تونس وانت حصل على بطولة تلكون فدرالية وانت حصل على سوبر أفريقيا طبعا غير لما تروح وانت خسران بطولة كتقريبة منك انت بتدل نفسك 1-2-3 من الصقة وبتقلل 1-2-3 من الخصف من عنده بدومه بلغة هو هو بيكسب كل مدير فني بيقولك هو انا كل مرة القرعة بتحطني مع النادي الأهلي نفس الكلام من دلوقتي حديث الشعلاني ان بيقولك النادي الأهلي وانحنا عارفين وعارفين حلو قوي احنا عايزينك تفضل زي ما انت كده حلو النغة اللي انت بتتكلم بها دي ان النادي الأهلي انت درسه كويس وعارفه امكانياته ومباراة القولة في الترجيس ومباراة تانية في القارعة احنا حابين اللي انت بتقوله ده احنا عارفين ان الكلام ده محققش معنا احنا النادي الأهلي احنا كيان حصد بطولات الدنيا وكل حاجة حصد كل البطولات اللي بيتواجد فيها اسم النادي الأهلي بيحصل عليها احنا مش غريبة علينا ان احنا نحقق اللي كل اللي حوالينا بيفكروا ان الاهلي ما يتمش نجاحه انا عايز اشوف اه يعني محاك اللقطة دي طبعا كابتن خطيب اه مجمع لعيبة النادي الأهلي معاه في التمريب دي محضرة مكسب يا سيد احنا بزبط كده دي محضرة مكسب دور اه اه رئيس نادي هيتكلم في وجود مدير فني ومدير كرة زي كابتن ساد عب حفيظ دي محضرة مكسب بدون نقاش كل كلمة بتقول لا انت هتحقق بطولة هتنزل مصر وتفرح محمود الخطيب انت بتسمع محمود الخطيب احسن من رأت عيننا لعيبة الكرة انت بتسمع محمود الخطيب بيكلمك ومحمود الخطيب سيبك من فكرة انه القسطورة وانه لعيب عظيم لكن بتسمع كمان مشوار وخبرة بيديك يعني خلاصة الخبرة في افريقيا اقول لك حاجة سيد احمد نبض الحديث اللي بيقوله الكابتن محمود انتوا هتفرحوا الملايين اللي في مصر انتوا راجعين تضيفوا بطولة لبطولاتكو هترجعوا على الدور وانتوا فيقين هتروحوا المبارات الترجي وانتوا عارفين انه كوا ابطال كونفردرية وافريقيا ودوري وكاس كل ده هيتقال كل ده هيتقال في جملة بسيطة كيان الناد الاهلي بيحقق بطولة في كطر واحنا لسه كنا من ما كملناه شهر ولا شهر ونص كنا بيتم تتوجنا تالت انديت العالم صحيح انا مش جريب علي لقطة زي دي عشان انا حضرت موقف زي ده ساعة مبارات الاسماعيلي والاهل اربعة ثلاثة وهو كان بيقول لي محاضرة في غرفة في احد الدور وانا كنت انا وبدهبوا جمال السيد كان المتش بالنسبة لنا تاني يوم اللي هو احنا شايفينه دلوقتي الروح وكابت محمود كابت محمود اللي بيكلمك خلاص انت عزي تاني شفت احسن لعيب في مصر وفي افريقيا والحقيقة دور كبير بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب مش بس البطولات الحالية جزء اللي ده يري وجزء الفني لا لا هو كمان حقيقة التسعة دي يعني اللي شلح حملها على كتافه وزي اللعيبة وزي الجهاز الفني كان كابتن خطيب ربنا يكرمهم ان شاء الله ويبقوا بإذن الله ويفرحوا جمهور الناد الاهلي بصفة خاصة وجمهور مصر بصفة عاملة نسالتك ليه وما كابتن نختم بيا حلقاتنا تحبت قلهم ايه قلهم بالتوفيق وربنا معاكم انتو تمالي مصدر فرحة الشعب المصري بصفة خاصة جمهور الناد الاهلي اللي هو اللاعب رقم واحد وبصفة عامة كل اب وام وطفل وزوجة واخت بنفسها الناد الاهلي التوج بطل الكون فيدرالية في كتر يوم الجمعة بإذن الله وعلى خير بإذن الله ان شاء الله الملايين حطين احلامهم على اكتافكم وعندنا ثقة كبيرة جدا فيكم ومتأكدين انكم قدهوا قدود وان شاء الله بإذن الله يوم الجمعة الجاية هتفرحونا بشكرك كابتن عمر نورتنا وشرفتنا بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وبشكرك على تشريفك لنا وانت صايم وربنا تقبل منك مرة تانية شكرا سيد احمد وبالتوفيق وربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله بشكر حضراتكم على المتابعة بكرة الحلقة عنوانها نهضة بركان الفريق اللي يمكن يكون ما زي الوداد وما زي الرجاء وما زي الجيش الملكي لكن فريق عنده باع خصون في الموسمين الاخيرين في دوري الابطال مرتين بيوصل النهائي مرة منهم بيتوجع على حساب نادي فرامدز المصري بالتأكيد يخلينا نلقي نظرة في الكنفدرالية نلقي نظرة من قريب نتعرف على الفرقة ونعرف اهم نجومها نعرف ارقامها نعرف مين مصادر القوة ومين مصادر الضعف حلقة السادسة بكرة كلها هيكون عنوانها نهضة بركان بس بالتأكيد مش هننسى الاهلي وما نقدرش أبدا ننسى الاهلي هنتابعوا برضو لحظة بلحظة ونتطمن على فرقتنا ونتابع تفاصيل لاستعداد لمواجهة نهضة بركان في كاس سوبر افريقيا بشكر حضراتكم على المتابعة وقابل حضراتكم بكرة في نفس المعاد السادسة